بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات الساعة الثالثة من ليلة الثلاثاء من البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح النبوات من سفر ملاخي النبي بركته علينا آمين فتحوا كلام الرب لإسرائيل على يد ملاكه ضعوا في قلوبكم أني أحببتكم يقول الرب وقلتم بما أحببتنا أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب وقد أحببت يعقوب وأبغط عيسو وجعلت حدوده للفساد ونصيب ميراثه قفرا لبنات آوة وإن قال الأدوميون إننا قد انهدمنا فلنرجع ونبني خرابها هذا ما يقوله الرب الضابط الكل هم يبنون وأنا أهدم وأدعوها تخم الإثم والشعب الذي قاومه الرب إلى الأبد فتبصر عيونكم وأنتم تقولون لقد تعظم الرب فوق تخم إسرائيل الابن يكرم أباه والعبد سيدة فإن كنت أنا أباه فأين كرامتي وإن كنت سيدة فأين مهابتي قال الرب الضابط الكل وأنتم أيها الكهنة المحتقرون اسمي وقلتم بما احتقرنا اسمك لأنكم تقربون على مذابحي خبزا نجسا وقلتم بما نجسنا بقولكم إن مائدة الرب حقيرة وحقيرة هي الأطعمة الموضوعة عليها إذا قربتم الأعمى ذبيحا أفليس ذلك شر وإذ قربتم الأعرج أو السقيم أفليس ذلك شر قربه لرئيسك أفيقبله منك أو يقبل وجهك يقول الرب الضابط الكل مجدا للثالوث القدوس الإنجيل من مزاميري أبينا داود النبي بركته علينا أمين انظر واستجب لي يا ربي وإلهي أنر عيني لألا أنا ما في الموت أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج اتهجوا قلبي بخلاصك هللويا اللهم ترأف علينا ورحمنا وجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركته علينا أمين وفي ذلك اليوم جاء إليه قوم من الفريسيين وقال لا اخرج واذهب منها هنا فإن هيرودس يريد أن يقتلك فقال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب ها أنا أخرج الشياطين وأتمم الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكم آل ولكن ينبغي لي أن أقيم اليوم وغدا وفي اليوم الآتي أذهب لأمنه لا يهلك نبي خارجا عن أوروش عليم يا أوروش عليم يا أوروش عليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه فلم تريدوا هو هو ذا بيتكم يتركوا لكم خرابا آه وإني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقول مبارك الآتي باسم رب والمجد لله دائما الطرح في ذلك اليوم وافاه قوم وأخبروه عن هيرودس الملك قائلين يا معلم أخرج منها هنا فإن هيرودس المارق يريد قتلك فأجاب وقال للذي قال له امضي وقل لهذا الثعل بالشرير أني أكمل شفاء كثيرين اليوم وغدا وفي اليوم الآتي فقد كتب أنه لا يهلك نبي خارجا عن أوروشاليم يا أوروشاليم يا أوروشاليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين كم من مرات أردت أن أجمع بنيكي فلم تريدي هوذا أترك لكم بيتكم خرابة إلى كل الأجيال أقول لكم أيها الذين تسمعونني إنكم لا ترونني منذ هذا اليوم حتى تقولوا كلكم من فم واحد مبارك الآتي